ويا نساء الخير حبايبي اليوم راح اعمل لكم طريقة كلش حلوة هاي الطريقة طريقة كورية الصراحة والكوريين نساء هم كلهم يعملوها هن وليابانيات وعشان هيك تشوفون دايما البشرة تبعتها مثل الزجال ما بتفرقي الفتاة اللي بالعشرين واللي بالخمسين سنة انو من العمر لانهم بشرتهم كلهم عالاطلاق صافية حتى العمرها ستين وسبعين بتكون بشرتها ومو مثلنا احنا العرب ليش حبايبي لانو بيستعملون هاي الوصفة بكثرة يستعملوها حبايبي من طريقتين من الطحنب تبعت البحر ومن بدور الشيه طريقة كلش حلوة وسهلة وبسيطة وموجودة بكل ده تعتبر البوتوكس تبعتهم هما ما بيستعملوا البوتوكس نهائيا هي تعتبر البوتوكس تبعتهم حبايبي شو رح نستعمل اليوم رح نستعمل بدور الشيه ونستعمل بدور الكتان زين ورح نستعمل حبايبي قليل من الماء الورد النجح في هدني الشغلتين شو رح نسوي رح ناخذهم ونحطهم حبايبي بالمطحنة نطحن شو نطحن ممكن نطحني بذور الشيه وانا ما طحنتها طحنت فقط البذور الكتان وبدور الشيه حطيتها بدون طحن شو رح نعمل منعدها كمان زيت زيت رهيب جدا جدا كأنك عاملة زيت البوتوكس حبايبي شو رح ناخذ ملعقة كبيرة من بدور الكتان وملعقة وسط من بدور الشيه شو نعمل حبايبي ناخذهم وننجحهم بقليل من الماء الورد اذا ما عندك ماء الورد مو ضروري بالماء الفاتر من الحنفية اللي نشربها شو رح نسوي رح نحط لمي ونظل نخلط نخلط حابين انو يصير هيك مثل العجينة ممسكة شو رح نعمل بنضيف لهون اما الماء اللبان الذكر او هما يضيفون ماء لبان الذكر هما يضيفون الحليب بس انا حبيت انو لان كل المواد فيها كولاجين حبيت اضيف لها الماء اللبان الذكر انتو ممكن اضيفون حبايبي الحليب السائل زين الحليب السائل ما عندكم حليب سائل حليب بودرة وتقدرين تخلطي بشوية مي وتسوي تخلطي هذا كل الزين حبايبي بحيث انو يتماسك معه بعض وشو رح نسوي وبهاي الحالة ممكن نضيف معه مطحون حبايبي الشوفان ملعقة صغيرة من مطحون الشوفان او او نضيف له ملعقة عفوا ملعقة وسط من الشوفان او ملعقة وسط من الطحين نخلطي معا كل هذا اللي نخلطي حبايبي مع بعض ونحاول انو نسويه او نقدر نمسكه بإيدنا نخلط هيك زي ما انتو شايفين هيك كثير زقيل نرجع ونضيف حبايبي قلنا اما الحليب اما اللبان الذكر هم عادة يحطون الحليب احما ضفنا اه 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 ماء اللبان الذكر ستخلطي كثير كويس بحيث انه معاك يتجانس مية بالمية بعديها شو بسسوي يصير تقدرين تمسكي بيدك تاخذي هيك وتحاولين تمدي هيك على البشرة تبعتك بطبقة بس انا بحق بفضل انه اول طبقة تكون هيك صغيرة قليلة وندلك فيها كل حبايب الوجه كل الوجه ندلك فيه كل الوجه والرقبة بعدها ناخد طبقة سميكة ونحطها هيك خاصة بالمناطق الكثير معيوبة مثل تحت العين بين الحاجبين حولين التوم وممكن تحطيها على الوجه بالكامل بتركيها على وجه اقل اشي حبيبتي اربعين دقيقة بعد مرور الاربعين دقيقة رح نغسل وجهنا كثير كويس وينكرر هاي العملية تلات مرات بالاسبوع رح اشوفين الفرق من اول اسبوع وقات قاعدة استنى اول تعليقك بعد مرور اسبوع رح اشوفين الفرق مية بالمية البشرتك اتمنى حبايبي انه هذا الفيديو ايناع الارضة جميع واتمنى منعدكم حبايبي انكم تدعمونا باللايك والشير والاشتراك ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة